بسم الله الرحمن الرحيم المواد المطلوبة لتحضير محلول الخميرة الخميرة سواء كانت الخميرة المعبئة في اكياس او الخميرة السيبة سكر تنشيط نمو الخميرة ماء دافئ درجة حرارته حوالي 30-35 درجة موية بخاخة ومصفا اولا نتم وضع السكر في الماء الدافئ حوالي من 3-5 معالق ويتم زابة السكر جيدة ثم يتم وضع الخميرة حوالي من 3-5 معالق صغيرة مع التقليب الخفيف وتترك لمدة حوالي نصف ساعة وفيه بعض الناس ممكن تسيبها ساعتين وبعد نصف ساعة منلاحظ نشاط الخميرة بيتم تصفية محلول الخميرة في البخاخة وممكن تستخدمها كذا او يتم تزويدها بالماء على حسب الرغبة ثم ترش على جميع النباتات المنزرعة سواء نباتات خضر او فكة او زينة او اي نبات ويتم الرش حتى تتساقط كطرات من الماء من على اوراء النباتات ويروع ان يتم الرش في الاجواء الحارة او في الصيف لاما في الصباح او بعد العصر ولا يتم الرش ظهرا لوذلك لارتفاع درجة حرارة الذي كانت تسبب اضرار للنباتات اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن كيفية تجنب انجزاب الحشرات عند الرش بمحلول الخميرة على النباتات في تساؤلات كتيرة جات لي على القناة وعلى الانيل ان الرش بالخميرة بتؤدي الى انجزاب بعض الحشرات يعني مثل الزباب وزي المن وبعض الحشرات تانية تلك ان شاء الله بإذن الله في الفيديو ده هنتكلم عن كذا طريقة تستخدم فيها انا بالنسبة لي بستخدم طرقتين الطريقة الاولى هي طريقة الخلط. والطريقة التانية هي طريقة التتابع. فايه هي طريقة الخلط? وايه هي طريقة التتابع? ان شاء الله اتكلم عليها دلوقتي. انا لما بدى الرش خميرة دي طبعا الخميرة بتجذب لي الحشرات طبعا منها اكتر حاجة الزباب. او الدبان. وطبعا ممكن تجيب لي المن وممكن تجيب لي تربس. انا ازاي بتخلص بها? انا كنت عملت فيديو اللي هو الفيديو بتاع التوم. والشطة. المحلول كيفية تخلص من الحشرات الموجودة على النباتات او الحشرات اللي بتجعل النباتات على سطح المنزلية. باستخدام مستخلص من التوم والشطة وبندفع عليها بصل وبندفع عليها كشور الليمون. والرابط بتاعه موجود في خلال توصل فيديو بالاسفل. وده عبارة عن ان انا بجيب من عشر تمن فصوص توم. بجيب معها تات اربع قرون شطة. وتضل الشطة السوداني. ومعها لو مش موجودة. بنجيب القرون الشطة اللي هي الشطة الحريفة. وبنجيب معها برضو كشور الليمون. ونجيب معها ربع بصلة نص بصل او بصلة كاملة. وبنحطها في الهند بننضر. وبعد كده بنحط عليها مياه ونفرمها كواز جدا جدا جدا. وبعد كده بنروح نمصفينها. بمصبت كنديقة الفتحات عشان ما يسدش البخاخة بعد كده. وبندفع عليها قطرة صابون. لكن انا لو هعمل الطريقة تاعت الخلطة اللي كان مالياه مش هنضيف صابون فيها خالص. هي دوبك هنكتفي بالحاجات دي مش هتحط كتلات من الصابون. وبعد كده احنا بنخدها برشاعة علينا بتاعت زي ما كان في الفيديو. في طريقة تانية احنا اتكلمنا عنها. طبعا رابط بتاع الفيديو برضو موجود في خانة وصف الفيديو. بالاسفل وده اللي هي بتاع قشور حمضيات اللي هي عبارة عن قشور الليمون. وفي الشتة اللي موجودة عندي البرطان اليوسفي. بناخد برضو اي حاجة بس يعني ايه? ده الليمون البلدي. هو اللي بيدي الفعلية الاجبر. باخد الكشور بتاعت الليمون دي. وبتاع اليوسفي. وبحطها في الهند بلندر. وبحط عليها مية. وبضربها كواس جدا جدا. وبفرما كواس قوي. وبعد كده بصف فيها. وبحطها في البخاخ. وانا مش هبحط بقى على صابون ساي. الطريقة الاوانية اللي هي طريقة الخلط. بعمل ايه? بجهز الاول الخميرة في الدورة. وبجهز المستخلص التوم مع الشطة مع البصل. ولو انا عايز استخدم زيود كشور الحمضيات الطريقة التانية. فانا بكون محضر لاتنين جمع بعض. زي ما دام حضراتكم كده. وبضع الخميرة داخل البخاخة. وبضع عليها المستخلص التوم مع الشطة مع البصل. او زيود كشور الحمضيات. وبعد بخلطهم ببعض. ارشهم في على النباتات. وبالطريقة دي ان شاء الله مش هجلنا اي حشرات على النباتات. دي بنسميها طريقة الخلط. فالاتنين مع بعض. الخميرة هستفاد بميزات بتاعتها. وفي نفس الوقت مستخلص التوم والشطة والبصل اللي موجود. هيعمل لي نوع من عملية ابعاد للحشرات. والحشرات مش هتجيلي. اه تيجي الاول على الريحة تلقى روحة التوم. وتلقى اللاسعة بتاعة الشطة اللي موجودة هتبعد. فبالتالي مش يبقى عندك حشرات خلاص على النباتات. طبعا هو الفعالية بتاعة المستخلص التوم هتبقى اعلى شوية من الكشور الحمضيات. ولكن في الناس بتفضلش طبعا ريحة التوم. فكشور الحمضيات برضو هتعمل لي نفس الغرض. او كان اقل شوية من مستخلص التوم. ده طريقة ما نسميها طريقة الخلط. في بقى الطريقة التانية لها طريقة التتابع. يعني طريقة التتابع. اللي انا برش بمحلول الخميرة. زي ما احنا كلامنا عنه دلوقتي. اخر النهار. يعني بعد العصر قبل المغرب كده. بروح رش انا على النباتات بحلول الخميرة. واسيبه طول الليل. واجي تاني يوم الصبح. بايا كان سواء مستخلص التوم. او بالزيود بتاع قشور الحمضيات. ده او ده. برش عليه تاني يوم. انا ما برش اخر النهار في الخميرة. طبعا ما فيش دبان هاجيلي ولا حاجة هتجيلي. بس انا بستفاد من التفاعل بتاع الخميرات. وقال لسه موجودة. عندي نشطها اعلى واقوى. فتتدي لي التفاعلات بتاعتها. وبعد كده او تدي لي النتيجة بتاعتها اعلى وافضل. واجي تاني يوم انا عشان دبان ما يجليش او الحشرات ما يجيش بعمل كوقاية. فانا بعمل ايه بروح رشش بالايه تاني يوم الصبح. فده من سميه طريقة التتابع. فرضا انا رشيت وبعد شوية جالت دبان تاني. يعني فرضا يعني. هتكرر عملية تكدر بعد ايام. تكرر عملية تاني مش اي مشاكل فيها. دي كلها مواد طبيعية. والمواد الطبيعية دايما ما خاش اي مشكلة على في استخدامها على النباتة تاني لهم هي ليست بمواد كيموية. لكن تستخدم ايا من الطريقتين هيبقى كويسة جدا. ومش هيجيلك اي دبان او زباب عندك خالص ان شاء الله لا من ولا اي حشرات تانية. والحاجات دي مش هتبقى موجودة لانك انت عملت المحلول بتاع التنشيط وعملت الوقاية من الاصابة الحشرية باحد الطريقتين. انا بس عايزة لكم حاجة الدبان او الزباب يعني. انا عندي هنا يعني انا ما بشتكيش من الدبان عندي هنا في اه زراعة الاصطح. لان انا انا زرع رحان كتير في كل حتة. يعني وراي رحان جنبية رحان وده مينة رحان. فالريحان هنا من نباتات الطاردة للزباب. اه هو رحان ليه ميزة ان هو بيطرد الزباب لكن مشكلته برضو ان هو جازب لحشرة المن. فعشان كده يعني لازم اوازن بين ان هو بيبعد الحشرات الزباب لكن هو بيبقى مشكلته ان هو جازب لحشرة المن. في حتة بس عايز اتكلم في اهم همه جدا. الخميرة محلول منشط للنمو. يعني ايه منشط نمو? يعني الخميرة بتحتوي على بعض المواد اللي بتعملي تنشيط للنمو. زي مسلا بتحتوي على السايتوكينين. ده هي بتنتجه طبيعي. واللي هو زيادة لحضراتكم قبل كده ان هو بيعمل لي على زيادة حجم الاوراق وكبر السمار في الحجم وبيزاود لي في النمو. يعني ايه? سايتوكينين بيعمل لي على زيادة عدد الخلايا والنمو ونباتة الانبات بيكبر في ارحاج. ده هرمو النمو. بالنضافة انه بيحتوي على بعض الفيتامينات والانتلوكسينت اللي موجودة وبيحتوي على بعض الفيتامين بيل وبروكسيديس وحاجات كتيرة وحاملات امنية وبتاعها بتديه لي بنشط ده بسبيل بنشط عمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.